اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان استمرار الدعم الحكومي للمواطنين للحد من اثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا يعتبر ترجمة حقيقية لتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفداء يده الله ورعاه وانعكاسا مباشرا لما يليه جلالته من اهتمام مباشر بجميع المواطنين وضمان استمرار العيش الكريم لهم رغم الظروف والتحديات التي تزامنت مع انتشار الجائحة وثمن معالي رئيس مجلس الشورى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته اليوم بشأن التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الاول لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من شهر اكتوبر عام 2020 وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك الى جانب توجيه مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من الجائحة حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية معربا معاليه عن خالص شكر ووافر الامتنان لجلالة الملك المفدى لحرص جلالته على اصدار توجيهاته السامية للتخفيف من الاعباء على المواطنين واشهد معالي رئيس مجلس الشورى بمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء